إن الحمد لله نحمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدف الله فلا قبلنا له ومن يضلل فلا هادئنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق طاعته ولا تموتن دلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا رتق الذي خلقه من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبصر منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليه رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سليلاً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله وارسوله فقط فازة رظيماً أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإن تقوا الله وزية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فإن اتقوا الله سبحانه وتعالى يأمل له مخرجاً ورزقه من حيث النار يحتسب عباد الله إن أول ما يدعى إليه العط هو توحيد الله سبحانه وتعالى وهو أساس الدين وهو الذي ينبني عليه جميع القروع وهو أول دعوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام فمن عمل الله عز وجل وهو عير مغشد له فإن عمله يكون هماء منذورا ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشرك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنه والإيمان بالله عز وجل هو قوة أركان الإيمان وهو أساس الدين والله سبحانه وتعالى إذا بعد الرسل والأنبياء فمحور دعوتهم وأوال دعوتهم وأساسها ومتينها يدعون إلى توحيد الله عز وجل ولقد دعثنا في كل أمة أقول الله واجتنم التعول وتوحيد الله عز وجل ينقصم إلى زلازة أقسام فلا يقول الإنسان مؤمن لله حتى يوحيد الله عز وجل في هذه الزلازة كلها فإن وحفد الله عز وجل في واحد من الزلازة فليت بمؤمن فإن وحفد الله عز وجل في اثنين من الزلازة فليت بمؤمن بالله عز وجل بل واجب عليه أن يوحيد الله عز وجل في أثاله فلا يجعل معه شريكا في أثاله فيوحيده عز وجل في خلقه لعباده فهو موحد بذلك كله فالله عز وجل هو الخالق لجميع الخلق فهو الذي خلق جميع الخلائق وحده لا شريكا وهو راذبهم وهو رافعهم وهو الذي يعز من يشاء من عباده ويضل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتمزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتضل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتورج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب والله سبحانه ودعاله وحده يبس برزق لمن يشاء ويقدر والله سبحانه ودعاله وحده ما يفتف الله للناس من رشمة فلا يمسك لها وما يمسك أبدا ولو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك فتوحف الله عز وجل في رقوب يده وذلك التوحيد يرجع إلى أفرار الله عز وجل فلا تجعل معه شريكا في أمر من أمره فمن فقر هذا التوحيد فإنه يقول من الكافرين ولا يعتبر من المؤمنين بالله عز وجل فمن وحد الله سبحانه بهذا الموجين فلا يؤهله مؤمنة ولا يجعله ذلك التوحيد موحدة إلا أن يوحد الله بالأمر الثالث أما الثالث فتوحف الله سبحانه وتعالى في أقوالك أنت الأعمال التي تقوم بها ويتقرب بها إلى الله عز وجل تصرفها كلها لله عز وجل فلا تجعل لأحد من عبادتك نصيبا كائنة كان فعبادتك كلها توجه إلى الله عز وجل ليس للملك نصيبا كائنة كانت ذلك العبادة وليس لغسول مهما كان ذلك غسولا ليس له نصيبا من عبادتك أيًا كان لديك العبادة فتجعل عبادة كلها لله سبحانه وتعالى والعبادة إثم جامع لكل ما يهبه الله سبحانه وتعالى ويخافه من صلاة والصيام والذكاة والصدقة والدعاء والتعانة والتغاذة والذبح والنظر وتضرر بل قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بدعا وسدون شغرة وبحديث بدعا وسدون شغرة فنواجب على المسلم أن يرحل الله عز وجل في هذه العبادات كلها فلو جعل العبادة كلها لله عز وجل إلا عبادة واحدة صعبها لغير الله عز وجل فإن الله يخبط جميع أعماله لأن الله عز وجل ليس له شريك في أي عبادة ولا في أي عبود لله عز وجل وبالحديث القدسي أنا أغنى الشركاء على الشرك من عمل عملا أشرد به ما غير كاته وشركه والموت الثالث الذي يجب توحد الله عز وجل توحده في أسماءه وصفاته فكما أن ذاته واحد لا شريك له في ذاته ولا شريك له في الحال فكذلك لا شريك له في ذاته ولا بإتفاده فليس كمه شيء سبحانه وتعالى وهو السميع والمسير فمن حقك هذا التوحيد في هذه المواطن ثلاثة فإنه يعتبر واحد من الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل يعتبر رقنا واحدا من أركان الإيمان ستة الذي لا يكون مؤمن مؤمنا حتى يؤمن لتلك الأركان كلها أقولكم لهذا وأستغفر الله العظيم لولدكم ولساقل المسلمين إنه هو الرفور الرحيم الحمد لله حمد للتوحيد ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر